العالم الهولندي يحذر من قطع المياه عن غزة ويكشف عن قرب وقوع زلازل مدمرة تصل 7 درجات فاصل 8 برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجو أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع أني عارفة أني محدش فينا في الوقت ده تعيد والعارف يدوء طعم السعادة طول ما فيه ناس بثموت وطول ما بزة محسرة ومنعين عنهم الأكل والشرب والقهرباء والنت وكل شيء مفيش معاهم أغير ربنا وربنا أرحم بيهم من أي حد اللي بيحصل في فلسطين لا يردي عدو ولا حبيب وخلى الراجل الهولندي نطق وتفاعل مع متابعة لبنانية بعد ما أكدت له على قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للميان عن قطع غزة بشكل كامل مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر بشكل كي حزل فرانك هوغربيتش من زلزال مدمر أو مجموعة زلازل مدمرة في الكواكب الحرجة والاكترانات في الكواكب والشم فهذه الفترة اللي هي من 11 لـ 14 أكتوبر ستؤدي لوقوع زلزال أو اتنين حيكونوا مدمرين وكتب العالم الهولندي شرانك هوغربيتش معلقا على قطع المياه عن قطع غزة قائلا هذا لن ينتهي بشكل جيد وجاء ذلك تعليقا على النشطة اللبنانية سارة واللي قالت قطعت إسرائيل إمدادات المياه عن غزة بشكل كامل وبيعيش الآن اتنين مليون مدني من بينهم مليون تف بدون مياه فغزة جريمة حرب أخرى أين المحكمة الجنائية الدولية ولكم أن تتخيلوا الغطب العالمي إذا حدث هذا في أوكرانيا يعني سارة قالت في الكومنت للعالم الهولندي إن الكهرباء اتقطعت عن أهل غزة وفيه في غزة اتنين مليون مدني منهم مليون تف وبتسأل فين المحكمة الجنائية الدولية من اللي بيحصل ولو كان ده حصل في أوكرانيا كان هيكون فيه غضب عالمي إنما كليستين يملا في ستين ده وكشف برانك هاور بيستس عن التحديث الزلزال الجديد بسبب حندسة الكواكب الحرجة في الأيام المقبلة وآن لقد شاهدنا نشاطاً زلزالياً قوياً وبعض الاترابات الزلزالية وتجمع واضح للزلازل القوية والرسم البياني يوضح وجود مجموعة من الزلازل القوية وآن في اليومين الثالث والرابع بعد اكتران كوكبي يتدمن عطار دول مريف في اليوم الثالث درب زلزال بقوة ست درجات جزر إزو اليابان وأدى ذلك لإطلاق مجموعة من الزلازل القوية في المعطاء ده اللي كان بيحذر منه وبالفعل حصل وتابع فرانك هاور بيستقائلاً نرى مجموعة تانية أقوى من الزلازل يعني في مجموعة زلازل تانية قوية أقوى من ست درجات في مجموعة تانية بتشمل زلزال بقوة تمانية فاصل ستة وزلزال تمانية فاصل سبعة بمكسر اختر وكان ذلك يوم سبعة أكتوبة حيث تابع ذلك اكتران مرة أخرى مع عطاري والشمس وزحر والشوق الحظ كانت هناك زلازل مميتة في أبغانستان بقوة ست درجات فاصل اتنين لست درجات فاصل أربعة درجة بمكسر اختر الزلزال اللي حصل في أبغانستان راح دحيوته تلات تلاف شخص هوجر بيس بيطلب بعدم الاستهانة باكترانات الكواكب مع عطاري وبيقول ان رغم ان عطاري صغير الحجم وانه أصغر من أقمر كوكب المشتري لكنها أكبر بنسبة 45% لأنها موصلة للغاية وبتأثر على النظام الشمسي بأكمله كهرومغناطيسيا بتيارات كهربائية قوية وده بيأثر على الغلاف اللي دوه للأرض وإشرتها يعني ما تستهونوش بكوكب عطاري وأكد العالم الولندي فرانك هاوربست ان هناك تدمع قوي للزلازل وهي من الزلازل الأقوى يعني الزلازل للزلزال اللي حصل في اليابان والزلزال اللي حصل في أفغانستان في زلازل تانية هتكون أقوى منهم وبيقول إن بتوصل قوتها من 5 ل 6 رفتر وبتحصل بشكل متكرر جدا وأنهور بس إن زلزال أفغانستان واقع عندما كانت هناك تقلبات جوية على دانبي المنطقة وحدث التقلب الأول يوم 30 سبتمبر والتقلب الآخر حصل يوم 4 أكتوبر وقع الزلزال بشكل كبير في المنتصر وأوضح هاوربست هناك حالة من عدم اليقين بشأن التقلبات الجوية حيث وقع زلزالان قويان بقوة من 6.7 ل 6.8 درجة بمكياس رفتر في منطقة بنية الجديدة وفي 23 سبتمبر واعد تقلبات قوية للغاية وكانت تشير لنشار الزلزالي قوي للغاية وكانت هذه الزلزالي القوية قريبة جدا وعن النشاط الزلزالي المقبل قال العالم الهولندي فرانك هوربست يوم 17 أكتوبر فيكون لدينا هندسة كوكبية حرجة فهناك اقتران الشمس والزغرة وأورانوس وهو الاقتران الحاسم وبيتبعه بعد 24 ساعة اقتران كوكب الزهرة والأرض وزحل وهو في حد ذاته ليس بالن الأهمية وأضاف لكن القمر بيلعب دور رئيسي هنا وبعد ساعات سيكون هناك اقتران قمري مع كوكب الزهرة وزحل أيضا وسيجعل الأمور أكتر أهمية يوم 11 و 12 أكتوبر الجاري في منتصف الليل خلال ساعة واحدة فيكون لدينا اقتران كوكبين وهذا التقارب بالغ الأهمية ويشمل عطارده الزهرة وتابع العالم الهولندي المسير للجدر قائلا في اليوم التاسع اقترنت الشمس والزهرة وورانوس وفي اليوم التالي تقترن الزهرة والأرض وزحل ثم يقع اقتران كوكبين مع زحل والزهرة وهذا أمر بلده الأهمية في يوم 11 و 12 أكتوبر هناك اقتران عطارده الزهرة والمشتري ثم عطارده الشمس ونيبتون وعن الزلزال المدمر أو الزلازل المدمر المقبلة بقال برانك هووربث إحصائيا يمكن أن يكون لدينا حدث زلزال كبير ومتوقع يكون هناك زلزال مدمر بقوة 7.5 ل7.8 درجة مكيس ريختر أو أقبل وذلك بعد هندسة الكوك يعني خلاصة الموضوع أن في زلزالين جايين واحد 7.5 أو 7.8 زلزالين قويين ومدمرين وقال هوربث من يوم التاسع وحتى اليوم الثاني عشر لدينا أربعة اقترانات كوكبية كما حدث في أغسطس 2021 حيث بدأ قبل أيام مع اقتراني الشمس والزغرة وأورانوس وحدد العالم الوراندي هووربث الوقت الحارج لهندسة الكواكب والنشاط الزلزالي من يوم 11 لأربعة اشر من أكتوبر حيث سيكون هناك زلزال بقوة 7 درجات مكيس ريختر ومن المحتمل أن تكون الزلازل من أقوى المجموعات في الأونة الأخيرة وذلك ما تفعله هندسة الكواكب الحارجة يعني ممكن نشوف زلزال زي اللي حصل في تركيا تقريبا كما حذر هوربث من هندسة الكواكب الحارجة كل فترة من 12 لستاشر أكتوبر مؤكدا على أهمية هذا الوقت اعتمادا على حالة الكشرة الأرضية ومستويات الضغط حيث يمكن أن يكون هناك نشاط زلزال قوي جدا وأحداث متعددة أقوى في العالم حيث يضرب الأرض زلزال أو اتنين بقوة 7 درجات على مكيس رفتر وربما يكون الزلزال أقوى من ذلك وأشر هوربث إلى انخفاض الشحنة الكهربائية في الغلاف الجوي الذي ظهر يوم 6 أكتوبر إلى حدوث زلزال أقبر محددا الأماكن المحتملة لوقوع الزلزال المدمر قائلا كامل شتكة ومن الشرق جزر الفقران ومن الجنوب جزر الكوريل وإلى الجنوب جزر سامو وتونجا في المحيط الهادي وسلسلة جبال المحيط الهادي والقطب الجنوبي بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لأول مرة بتشوف القناة ياريت تشارفوني بالاشتراك في القناة وتفهيل الجرس على الكل عشان يوفر لكم إشعار كل بيديو جديد ياريت تدعموني بلايك وكومنت وشير شكرا ليكم إلى اللقاء شكرا ليكم إلى اللقاء شكرا للمشاك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة